السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وصحابي وحقيبة عاملين اي يا رب تكونوا بخير رجعت لكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من حلقات الان عرفت الله النهاردة ان شاء الله هنرد على سؤال الملحد المشكلة يا جماعة ان الملحدين مقتنعين ان هم عندهم علم ولكن والله العظيم 95% من الملحدين جهلة ما عندهمش علم حافظين بس اكتر ما هم ما فاهمين اي مشكلتهم في كده مشكلتك واكتر حاجة تدمرك انك لما ييجي عليك وقت تفتكر انك عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وهي الحقيقة غير كده خالص فاحد الملحدين يقولك لا هو اصل النشو والارتقاء واصل الخلق جه من التطور وان دارون قالك ان الانسان جه من نتيجة التطور ويا بشا في حفريات ومش حفريات والكلام دوت غير خاضع للنقاش وفيه قاسم مشتركة ما بين الارد والانسان وان جدي وجدك جدي وجدي الارد واحد ومش عارفيه كل الكلام ده هكس كل الكلام ده كلام فارغ ما قالوش اي دليل ولا اسبات علمي وانا هاعرض حاجة من ضمن الحاجات لان اصلا نظرية التطور فيه ناس دروينيين ذات نفسهم يعني علماء دروينيين ذات نفسهم من اللي املوا بالنظرية ورفضوها بعد كده وطلعوا فيها قصور كبير جدا ومن دونهم مثلا على سبيل المثال دكتور روبرت كارول ده من اشد المتعصبين نظرية التطور والراجل ده خبير في الحفريات والفقريات لما نشر في التقرير بتاعه قالك ايه اسمعوا التقرير عليه وقد اعترف روبرت كارول الخبير في حفريات الفقريات واحد انصار التطور المتعصبين بان الامل الضروني لم يتحقق من خلال اكتشافات الحفرية على الرغم من انقضاء مئة عام على الجهود الحثيثة التي بذلت لجمع الحفريات وده يعني اكبر دليل على ان اصلا نظرية التطور وده دكتور اهو ومن انصار نظرية التطور وقالك ما فيش حفريات اثبتت صحة النظرية ما في المئة فلما يقول لك لا اصلا الانسان اصلا وحد الخلية والكون تكون من الخلية طبعا الخلية جات منين يقول لك الخلية جات بالصدفة وفي حاجة صدفة يعني الخلية نشأت صدفة وتكونت صدفة وتوفرت لها البيئة المناسبة والعوامل الطبيعية للتخصيب عشان تزيد وتتكسر وتتطور وكل ده صدفة انت واخد بالك اهو في كم صدفة في الموضوع يعني هو كل الكون اللي انا عايشين في ده جيه من الصدفة كلام فارغ ده اسمه كلام فارغ كلام غير علمي حتى العلم بينافي حتى الكلام اللي هما بيقولوه الملحي دايما يخش لك من باب ان هو لأ انا راجل بتكلم بالعلم ولما تيجي الدقة في كلامه تلاقيه مافهمش حاجة مايتكلمش بالعلم هو بياخد حتة من هنا على حتة من هنا على حتة من هنا ويطلع يجري ما بيتعمقش في العلم عشان حتى يفهم وبياخد النظريات النظريات والفرضيات يتعامل معك بها لان هي حقائق علمية مثبتة وكلام ده غير حقيقي وغير علمي تسلمش دماغك لأي واحد ملحد يقولك نظرية التطور واصل السيتوبلازمو والانسان واحد الخلية والتطور والنشو والارتقاء طب التطور والنشو والارتقاء ده ما فيش مشكلة فيه فيه كائنات كتير تكيفت وتطورت زي الطيور اللي نبوزها كان قصير وبعد كده بوزها بقى طويل وحاجات كتير وكائنات كتير تطورت ولكن دايما الطبيعة في نزوع للتطور والارتقاء الى الافضل دايما التطور الى الافضل فاذا كانت الطبيعة اوجدت غير العاقل من اين للطبيعة انتوجد العاقل الارت غير عاقل ازاي الغير عاقل هيجيب حد عاقل ازاي الطبيعة اللي ما عندهاش عقل هتجيب انسان عنده عقل كلام كله هابد فهابد فهابد كل واحد في الملحدين الواحد بيشوفهم دول بس يقولك بس الواحد يخش يقولك بس اشوف ملحد بقى بيفهم يعني بيتكلم علميا بقى هلاقي ملحد تاني يقولك الاديان الابراهيمية دي بتحارب فكرة العلم والاسلام بيحارب فكرة العلم عشان يسيطر عليك وطريقة ايدولوجية ومش ايدولوجية اقوله يا ابن انت بتقولي ايه اسلام بيحارب العلم ازاي ازا كان نبقى سيدة السلام قال لك اطلبه العلم اولا في الصين ازاي ازاي انت بتايا بتايا هابد اي حاش وخلاص بتاعش ومعلومات اي حاجة في اي حاجة هجماعة ما تبقوش ضحية للجهل دول عايز تكلمني علميا انا هزبتلك وجود ربنا سبحانه وتعالى علميا بالعلم من اول الانفجار العظيم من اول طاقة الكون اول المادة المظلمة مش كل حاجة بنشوفها دي با هي بس اللي موجودة تسعين في المية من الاشياء المسلم بوجودها غير مرئية مش دليل على ان انت مش شايف ربنا يا بابا ربنا مش موجود ده اكبر غباء انت لو بتفكر بالمنطق ده تبقى الهوى اللي انت بتتنفسه مش موجود الكهربا اللي انت تستخدمها دي مش موجودة ما انت مش شايف تقدر تقولي الكهربا لونها ايه شعرها طويل ولا قصير الالكترونات اللي في الهوى اللي بتشغلك الموبايل والانترنت وغيرها وغيرها شكلها ايه ولا اي حاجة طب القلم اللي بتحس بيه دوت شكله ايه الشعور بالقلم القلم اللي انت بتحس بيه لما في حاجة بتوجعك بتقدر تقولي القلم ده شكله ايه انت حسيت بيه فايقنت وجوده ربنا سبحانه وتعالى احنا شايفين قدرته شايفين تجلي عظمته في خلق الكون والانسان يعني بص لنفسك انت تعرف عظمة قدرة ربك بص لحواسك عين ادق من ادق كاميرا في العالم يعني عينك دي ادق من ادق كاميرا في العالم جسمك الخلايا شعرك دقات قلبك الموجات العصبية الموجات الدماغية الحواس بتاعتك قلية عمل جسمك الدورة الدموية الاجهزة الداخلية كل ده صدفة ايه الكلام ده وفي حد عنده علم يقول الكلام ده كلام فرغ الشمس اللي بتطلع كل يوم وبتلف في مدار معين اترسم ليها ما تقدرش تتخطى الكون اللي بيمشي بانتظام زي الساعة لا يأخر دقيقة ولا يقدم دقيقة مين اللي حط القوانين دي والقواعد دي مين اللي حط المسافة ديتنا بين الشمس والامر بالزبط عشان توجد التوازن ده مين اللي حط المسافة دي ما بين الارض والشمس عشان توجد الحياة على الارض في اسئلة ملايين الاسئلة هفتحها في وشك لو جيت قلتلي صدفة صدفة ايه ملايين صدف لما انت راجل بتتكلم كلام فارغ ايس تكلم علمي لازم حتى العلم يوصلك لله لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق العلم فاذا بحث المخلوق عن ذات الخالق لابد ان يلقى الله لازم في الاخر هتوصل للكائن الاول المستقل بذاته اللي مش في احتياج لحد واللي لا لهاقي والابدي واللي ما بيخضعش القوانين الزمان والمكان واللي ما بيسيطرش على حد هو ده الكائن الاول اللي هتسميه بعد كده هو الله بكده تكون خلصت حلقة النهاردة يا رب تكون عجبتكم ما تنسوش تدعموني باشتراك ولايك اذا عجبكم المحتوى عشان طبعا اللايك بيفريم معي كتير جدا والاشتراك طبعا بيساعدنا ان انا اكمل وارد على الناس اللي بتهيبت دي كان معكم ممدوح المهدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته